موسيقى وبفقرتنا لنعرف أكثر معنا صبية لبنانية عاشت مغتربة ببلاد الاغتراب وعادت إلى ربوع الوطن بكتابين اتنين بعمر صغير بدي رحب بنور أحمد زين أهلا وسهلا فيك نور أهلا وسهلا فيك يعني كاتبة ومؤلفة بعمر صغير يعني 24 سنة تحملي بجعبتك هل قد من استعافة كيف لبلشت وليه توجهت لهذا الخط أول شيء أهلا وسهلا فيك ومارسي لإستضافتك إلي بالبرنامج بتذكر أنا وصغيري أيام المدرسة كانوا يطلبوا مني اكتب دي باساج أو شعر لمجلة المدرسة بس لبلشت أنا هيدا المشوار ولمشيت بهيدا النهج سنة الـ 2021 مثل ما بتعرفي ما رأنا بظروف صعبة بالبنان وكان فيه اللوكداون صحيح وهيدا شيء خلق فراغ كتير كبير بحياتنا أنا جيت عبات كل هيدا الفراغ بالكتابة ومش بس اللوكداون يعني بلبنان عنا انفجار المرفق والظروف الاقتصادية والمعيشية اللي عم نمر فيها فلبنان بحاجة لهالبسيس الأمل والكتاب لير دي سبوار اللي هو اسمه شعلة أمل لير دي سبوار عم نعطي أمل للبنانية عم بتناول في 29 شابتر عن مواضيع حياتية من عيشة بحياتنا اليومية لنعطي أمل لها اللبناني نور يعني الصبية بأول عمرة المفروض هلأ تكونوا بتخرجوا من الجامعات عم تشتغلوا عم تبلشوا تأسسوا لمستقبل سليم ببداية حديثك عم تبلشوا يعني انفجار المرفق واللوكداون اللوكداون اللي صار بكل العالم خلينا نقول ولكن نحن الانفجار اللي شهدته بيروت انفجار كتير كبير يعني نشتغل على صعيد اقتصادي نفسي اجتماعي قديش انتوا تأثرتوا كشباب كنتوا عايشين بره ورجعتوا على لبنان لتكفوا حياتكم لبنان بعده بلد عم يعطي فرص بالرغم انه نحن محصورين بس انا جيت عم بقدم شي لبلدي انا بدي اول شي قولت حيي لبي اللي موجود بافريقيا اللي اكتر من 45 سنة بيضل يقلي جملة كتير حلوة انه انت ارزي من ارزات لبنان وبيضل ناشر صورة لبنان الحلوة مش بس بلبنان بالعالم العربي والعالم كله فنحنا عم نحمل هالعالم نفرجي صورة اللبنانية انه نحنا ما منستسلم ونحنا اجزامبل للدول كله فانا بكتاباتي عم بنشر هايدي الرسالة مش بس لطلاب لبنان لطلاب العالم لطلاب المعرفة اقدر فيد لبي شي بسيط اكيد احكيتنا عن كتابك شعلة امل شو الامل اللي اعطيتي بقلب هايدي الكتاب ولمين توجهتي فيها الكتاب هو لأمل انه مستقبلي يكون افضل لقلنا كلبنانية وكناس منطمح للغد افضل مثل ما بيقولوا وحتى تاني كتاب هو أمل بس اكتر للطلاب يعني مثل ما تفضل مسيو دورات كمان اللي بوجه له تحية وقالقى خطاب كتير حلو اللي هو مؤسس لتريري تالنت بمواهب ادبية تفضل ودعا وزير السقافة القاضي محمد ويسام المرتضة انه هيدا الكتاب يتدرس بالجامعات بالمدارس لانه بيحمل اكتر من مئتين رسورس يقدروا يفيدوا فيه الطلاب فأنت عشو اعتمدت بهيد الرسورس بالكتاب اعتمدت انه اعدل بين السقافة الغربية والشرقية انا ما بنكر اهمية السقافة الغربية بس في كتير اشحاف بحق ثقافتنا نحنا فجيت انا عدلت بين اتنين وقلت عندكن كتابكن عندنا كتابنا عندكن فلاسفتكن عندنا فلاسفتنا بكل المواضيع اللي ممكن تتخياليها مثل ما قلنا من الكاتشاب للحضارات من السبور للفن كل شي ممكن تتخياليه موجود بهالكتاب من سبع تلاف سنة لليوم حالو كتير رح نشوف نحنا وانت نور والمشاهدين كمان حفلة توقيع كتابك الثاني شوفنا توقيع كتابك الثاني يعني اسمم الله عليك بوقت قليل من الالفين وواحد وعشرين للالفين وثلاث وعشرين صار بينك إصداران خلينا نحكي كمان عن الكتاب الثاني شي وماذا يتضمن ومين يتواجهه؟ الكتاب الثاني هو لكاتب الفرنسي فهذا سمرت أبحاث وتعب وهذا يقدمه لكل طلاب لبنان ومثل ما قلتلك إن شاء الله يكون موجود بكل الجامعات والمدارس لكاتب هو كتاب يتحدث عن كل شي من سقافة من فن من حضارات من رجال عملوا مركي للعالم كله وفي فقرة خاصة للنساء اللي علموا بهالعالم وفي تاريخ رجال أعمال رجال سياسة أي موضوع بتتخيالي موجود هنا بـ 836 صفحة أنت رح نحكي قدل الوقت اللي أخذتي بكتابة هيدا الكتاب ولأي مراجع يعني اعتمدت لأي مرجع بس خليني أعرف شغلي بليز أنه عم تدافع عن الحضارة العربية ولكن الكتابين مكتوبين باللغة الفرنسية ليه باللغة الفرنسية مش باللغة العربية هلأ مثل ما تفضلت وقلت أنه أنا كنت عايشي بأفريقيا و تعرفي هونيك كمان هنه فرانكوفون و إذا بدك كمان جو البيت بساعد يعني ماما دكتورة بجمعة بتعلم لانغ فرنسيز كمان فهي ربينا على فكرة فيكتوريغو بودلير بالزاك يعني جو البيت العام هو مية بالمية فماما اللي كمان بدي إلا بنفات ماما متل ما بتعرفوا كلكون بكرة عيد الأم الله يخلي لنا إياك يا ماما فماما خلقت لنا هجة وهي أورادي بتكتب ماما من هي وصغيرة كمان فهي ضلت تشجعنا ووقفت حدي وكانت كمان عم تدعمني كل هالوقت لأنه الإنسان ما بيوصل بلا دعم الأهل هنه وقفوا حدي كتير فالفرنسي هو لغتي فكي تقولي أنا تخيلانج فرنسي أنجلي أراب بس أقوى بالفرنسي فتوجهت لهو الفرنسي يعني تتبع حسب شو أبي تأسس الولد مع عائلته مية بالمية قدي لازم للأهل ببلاد الاختراب نور يشددوا على اللغة العربية أو لغة الانتماء للوطن اللي هنه بنتموا لألو نحنا أول سيني جينا فيها على لبنان طلبوا أنه نعمل ديسبانسي بس أهلي ما قبلوا لأنه نحنا لغتنا الأم هي العربي ومنفتخر بلغتنا وننشر هاللغة وكذا حدا طلب مني إذا فينا نترجم الكتاب لغير لغة بس لقيت أنه بيكون الجملة أو المقطع فيه هالنفحة من قلبك بيروح المعنى الحقيقي للجملة فلأ فضلت أنه يضل باللغة الفرنسية بس ما بتعرفها بالمستقبل باللغة اللي أنت بترتحيلها بالنتيجة اللي أنت بتحسيها أنه فيه هيكر وحية موحدة بينك وبينا لأنه مثل ما سبق أو ذكرت أنه خلقت وتربيت بهذا الجو هذا الموضوع نحنا عم نفتقده بمدارسنا يعني المدارس للأسف اللي بعضهم فاتحينه عم بيعلموا الأولاد اللغة العربية هي الأضعف يعني نشوف نتائج الامتحانات نشوف أنه الأطفال بيرسبوا بهذه اللغة لغة الأم شو بتوجه للأهل أو للمدارس أو للأشخاص أنه قدير لازم يكونوا يصروا على أولادهم أنه يحكوا باللغة العربية مش هلأ الموضة اللي دارجي يعني يحكي الولد بالفرنسي أو بالانجلي وإلا سوري نحن ما ممكن لعنا التمدن اللازم أو الحضارة المطلوبة أنا بشجع كتير سقافتنا خاصة كلبنانية يعني بتلاحظي الكل بيحكي فرنسي أراب أنجلي هذا شيء كتير حلو هالتنوع بس بعد أسنا يكون الأساس اللغة العربية هي الأهم يعني لغة جبران خليل جبران مثل ما عم نقول فبتمنى أنه يركزوا أكتر على هذا الشيء أنه يكون فيه عطول نعدل يعني ما يكون شيء أهم من شيء بس بعدها لغتنا الأساسية هي الأهم هلأ مثل ما نعرف أنه اليوم هو اليوم العالم للفرنكوفونية أدا هذا الموضوع مأثر على كتاباتك دمجتي لبنان اللي حلو بلبنان أنه نحنا كبلاد فرنكوفونية منحتفل بالفرنكوفونية لشهر بيكامله وهي وزارة السقافة تبنت هيدا الموضوع وبتشوفي كتاب بيجوا وبيحتفلوا عنا بلبنان يعني لالبلاد اللي بتقدر هيدا الشيء وبيحتفلوا لشهر يعني فبتمنى نكفع هيدا النهج وننشر الرسالة الحلوة كبلد فرنكوفوني نتضامن وهي سقافة مش بس سقافة سقافة اللي منتعلمها إنما سقافة الأخلاق الأخلاق أيضا نور قد أخذ معك وقت هيدا الكتاب هلأ اللي بدوا يعرفوا القارئ أو المشاهد هو إنه الكتاب منه بس مرحلة اللي بتكتبه فيها فيه مراحل كتير من نمر فيها من أول شي كيف نقدم الكتاب المانوسكري لدار النشر تاخذ الابروفل لحتى يصير فيه تنقيح بيتصلح الكتاب الكاليتات طبعا وراء فيه لجنة بتاعي مية بالمية صح وأنا إلي أكتر من ثلاث سنين مع مواهب أدبية هي إنعجانس لترير هي بتتابع لأنه منقرر الكاليتات طبعا وراء الكوفيرتور البريفاس كيف نقدم الكتاب بطريقة حلوة التيتر الصورة فكل هالمراحل بتاخد سنين وثنين الأبحاث فنحنا مش بس عم نقدم الكتاب نحنا فيه بروسيدور كتير طويل اللي نشتغل عليها لنقدمه بهذه الصورة المثالية لأنه منه بريكولاج يعني بدأ وقت كتير طيب خلينا نعرف شو أكتر شي بالكتاب اتأثرت فيه أنت وعمت كتبه كان فيه كتير دبا على أنه قسم دور المرة عبر العصور يعني أنا تناولت أكتر شي أول شيء بعدين حكيت عن البوليتيك بعدين حكيت عن كنت قادرة أنا حتى المرة بكل خانة لحالة أنه فضلت عزز دور المرة عبر التاريخ والأصور حتى بخانة لحالة ضوة على قيمة المرة خاصة أن تعرفي شهر مارس وعيد المرة وعيد الأم وهذا أجمل شهر وبالي الشهر الربيع وطلع الكتاب حتى بهذا الشهر فشي كتير حلو نعزز دور المرة أدأ لقيت فرق يعني رجعت أنت لمراجع أكيد أكيد أكتر شفتي دور المرأة يعني عبر العصور كيف كان وين لقيت الفرق أنه المرة عملت تغيير الإفوليشون اللي صارت مع الإفوليشون سيانتيفية الأدب يعني بتحسي بل بتاريخنا أنه في مثل إفوك وين المرة بلشت فاتت بدمان المدين بدمان السيانس أو اللي أخدوا جيزة نوبل فبلشت الإفوليشون تقريباً بالميل نفسه يعني مأخر كتير برابور لغير العصور مية بالمية ما أعرف شو بدي أقول لك نور يعني نحنا هيك بيكبر القلب فيك صبية صغيرة قررت ترجع تعيش في لبنان هل عندك تموح ترجع تسافري بتتركي أرض الوطن هلأ أنا قلبي معرلق بالقينة بيكونك لي لأنه بابا هونيك فبابا بيدعمني كتير بكل الطرق شطة الطرق الممكنة وأنا بهدي نجاحي كله قلو لأنه هو أكتر إنسان وطني وأكتر إنسان إنساني وهو بيشجعنا على أنه ننشر الصورة الحلوة للبنان فبتشكره كتير للبابا وبدال عندي جزء مني معلق بأفريقيا بالجيناء بس أكيد ما منترك يعني كان جزء من طفولتك مئة بالمئة دب قدي المغترب اللبناني عن جد عم يوجع قلبه على أهله باللبنان وعلى وطنه وشو عم بيصير باللبنان يعني لبنان مش بس إنه إنه الناس بتشتاء ترجع للبنان بس كل أنظار العالم هلأ على لبنان واللي عم نمر فيه شي كتير صعب فإن شاء الله يا رب من هون لكم سنة بيتحسن الوضع وبترجع صورة لبنان اللي اللي رفعت لنا رأسنا بالعالم كله وشو ما ننقل هذا الأمل اللي عم تعطيه للمشاهدين اللي عم بيشاهدونا اليوم شو بتقولي للأشخاص اللي عم جد عبانوا يضبوا شانتتهم ويفلوا من هذا البلد لأنه بيعتبروا إنه إذا البلد مش اقتصادياً ماشي حاله واجتماعياً ماشي حاله وإذا مرات فيه أشخاص بيعتبروا الوطن مثل أوتال بروحوا بيفتشوا على أوتال عنده خدمة أحسن من الخدمة اللي عم يتلقاها ببلده لو بدي فكر اترك لبنان كنا تركنا لبنان من زمان بس لأ نحن بعضنا معلقين بجزورنا بأرزتنا بلبنان اللي اللي فضله كتير كبير علينا يعني إذا أنا اليوم وصلت هو بسبب هوية اللبنانية الغنية بس هوية اللبنانية أول شي فبشكرك يا لبنان وما حنغسلك كتير حلو الكلام اللي عم تقولي بدأت شكرك نور مرسي كتير إلي شكر هذه السقافة اللي وضعتها كمان بين إيدينا ونتمنى أن الكتاب يتم ترجمته للغة الإنجليزية لأنه فيه أشخاص ما بتعرف لغة فرنسية والأهم أنه يترجم وتعطيها هذه الروحية العربية اللي أنت عم تحكي فيها شكرا لإليك وأهلا وسلاحك وبالتوفيق مرسي كتير يا رحلة